اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين اشهد ان محمد رسول الله والعنة الله على عدائهم اجمعين الى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم في حكاية عن قوم موسى خطابا لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا صدق الله العلي العظيم العقلية الانسانية عقلية ميكانيكية ترابط الاشياء الترابط الوثيق بين الاشياء التماهي الانصهار بين الاشياء اهم شيء يحكم عقل الانسان الانسان يدرك الكثير من هذا الترابط عندما يريد ان يبلغ هدفا يحاول ان يمهد المقدمات التي توصله الى ذلك الهدف هذا يسمى التماهي المقدمات الموصلة المترابطة هذا حسب الاصطلاح هو التماهي التماهي هو الترابط المشدود بين الاجزاء هذه العقلية الميكانيكية في الانسان من اهم عوامل التردي في الانسان نفس هذه العقلية الصحيحة بسبب شيء واحد وهو البوصلة الانسان دائما يفقد البوصلة في نفس الوقت الذي هو يدرك الترابط فلا يصل الى الهدف لا لانه لا يتبع الخطوات المترابطة انما من اجل الخطأ في البوصلة هناك بحث مفصل عند العلماء هناك مدارس هناك مدرسة المدرسة يسموها المدرسة الميكانيكية هناك مدرسة جديدة طرحت من قبل جمع من العلماء حاولت ان تدحض نظرية المدرسة الميكانيكية يسموها مدرسة اسم عجيب وغريب في جش طلت لا ادري كذا كل الحديث عن كيفية الترابط بين الاجزاء وان هذا الترابط قد يولد هيئة يعني الترابط بين الاجزاء يولد ترابط اخر اللي هاي النظرية الثانية تتكفلها ترابط مع ال كل الحديث ليس في هذا المجال انما ان الحركة تجاه الاهداف كيف يجب ان تكون هذا موضوع جدا مهم خلاصة القول كلمتان هناك نوعان من الطاقات من ال امكانات من القوى المتكامة المتراكمة اكو طاقة بيد الانسان يمتلكها الانسان اكو طاقة بيد الله تبارك وتعالى التعويل في الاهداف ونيل الاغراض يجب ان يكون عبر اي هاتين الطاقتين هاتان الطاقتان متنافرتان اذا حصل جزء من احداها ينفر جزء من الاخرى هذه هي معادلة الحياة الانسان يمتلك مواهب يمتلك ذقاء يمتلك اعتبار فلوس امكانات عشيرة يمتلك شطارة يمتلك خبرة هذه مقومات من النوع الاول يحاول الانسان دائما تسخير هذه العوامل من اجل الوصول الى الاهداف الصغيرة او الكبيرة ذكي يسخر ذكاءه كله تسخير من اجل الوصول الى المال الى السلطة الى اي هدف الى الى الزواج الى الاولاد الانجاب يريد ان يسعد في الحياة من خلال هذه المواهب وهذه المقومات يريد ان يصل وهو لا يعلم ان هذه العوامل هذه الطاقات لن توصله الى اي موقع اي مكان هذه البوصلة المشكلة وما تشاءون الا ان يشاء الله كل التكالب كل المشاكل اللي تحصل في الحياة بسبب هذه هذه المقومات هذه الامكانات هذه القابليات اهم عوامل فشل الانسان هي مواهبة اهم اهم عوامل تردي الانسان ذكاءه وعبقريته وشطارته وخبرته واحترافه اهم عوامل الانسان هو مخلوق خاص لله تبارك وتعالى فيجب ان ينطلق في كل منطلق هدف من خلال القوى الالهية الطاقة الالهية هذا الخطأ اللي يحصل صحيح الانسان اذا يريد ان يوصل الى المال يجب ان يشتغل في التجارة اذا يريد ان يصبح دكتور عالم مهندس لازم يروح للجامعة في الحوزة يدرس هذا الترابط احنا نفهمه ونسخر هذا الترابط ولكن لا نعلم ان البلوغ الى النتائج لا يكون ابدا من خلال هذه العوامل وما تشاؤون الا ان يشاء الله انسان يروح في السوق يشتغل ويتعب الله يشوف يشوف هذا ابو انسان طيب كان يرزقه امه كانت طيبة الرزق ما يجيب سعي ومحاولتي وعبقريتي وذكائي ابدا سواء رزق يكون مال او يكون رزق ذرية او يكون رزق علم الله يشوفني نعم يقول روح انت اشتغل قال امير الممي عليه الصلاة والسلام اوح الله الى داود يا داود تريد واريد ولا يكون الا ما اريد روح اتعال الانسان يجب ان يذهب الى السوق يجب ان يتبع الخطوات مو يصير صحيح انه يقعد ببيته ويقصد اغراض كبيرة لا يجب ان يتحرك اما الحديث ليس في الحركة الحديث في التعويل الحديث في الاطمئنان مطلب واحد اذا الانسان ادركه صدقه وهو انه كل هذه التي يملكها كل شيء وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخر كل فلوسي امكاناتي اعتباري عبقريتي كل كل هذا ما يوصلني الى اي شيء هذا اذا ادركه الانسان تحققت انسانيته الانسان يجب ان يحاول ان يتحرك بقدرة الله بالتوكل على الله بالاطمئنان بالله ان لا يخطو خطوة واحدة الا بالتوكل على الله ليش لانه ما يفيده هذا اللي يملكه ما ينفعه ما يوصل لمكان اذا واحد ما يصدق هذه المقولة حقيقة يتمزق في الحياة احنا نريد نوصل الى اهداف بس ما ندري الطريق شنو نتصور انه هذه المواهب توصلنا والله ما توصلنا يمكن ما تحقق لنفت شيء من مثلا من السعادة بس هذه السعادة سعادة زوالة في نفس الوقت اللي هي موجودة مشوبة مشوبة هذه السعادة هذه مسألة جدا مهمة الآيات والروايات تؤكد تأكيد عجيب على هذا الموضوع احنا ما بيدنا شيء اذن بالنسبة الى ما يملكه الانسان ثلاثة امور جدا مهمة ثلاثة امور اولا هذه امور كلها مع بعض بس بشكل مراحل اقول ويدل عليها جملة من الايات والروايات اولا اولا مكونات الطاقة عندك اي شيء هذا لا تعيير لها اهتمام كن لا مبالات بالنسبة لها لا تستعملها اصلا لا تستعملها عندك ذكاء احنا اذا نريد نكون لنا وجاها في المجتمع الناس يحبونه صحيح الناس يقدرونه نستعمل طاقة الذكاء حتى نكون شخصية في المجتمع هذا خطأ هذا خطأ لا تستعمل طاقة لا تستعمل ذكاءك في تحقيق الذرة من الميوجه ما يوجهك الله ينطيك الله في القرآن يقول لا تزكوا انفسكم بل الله يزكي من يشاء الله يخلي اعتبار اليك ما يلوجه من الله طلبه لا تستعمل شطارتك حتى الناس يشوفوك مثلا ذكي إنسان طيب إنسان ثقة حتى يثقون فيك لا لا تدير بال إذا بينك وبين الله صدق أنت عالم فاهم لا تستعمل علمك حتى تحصل رتبة مقبولية عند الناس هذه المقبولية الله ينطيها لا تزكوا نص ألم ترى الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله تعبير عجيب ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يحاول كل إحنا حتى بدشداشتنا وعمامتنا وأسلوبنا كلنا نريد عمامة مرتبة مثلا الهيكل كذا يكون ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله بل اضراب يزكي من يشاء الشرط الأول لا تستعمل مواهبك في تكوين حياتك أبدا حياتك شنو تكون لا تستعمل مواهبك نعم شفوا الحديث حديث قلبي مو حديث سلوكي عندك سلوك اشتغل في الحياة روح للسوق حاول أنه تكون إنسان مهذب أما أنه تريد تفرض على فهمي على انطباعي أنك أنت ذكي أنك أنت نظيف هذا لا تستعمله لا تستعمل الذرة منه ولا الذرة لا تحاول الله اللي ينطي ما يوجه الله اللي ينطي اعتبار المحبوبية من الله تجي لا تستعمل طاقاتك لتحقيق محبوبية في قلوب الآخرين هذا مو صحيح هذا صحيح يكون تتكون محبوبية بالنتيجة شطارة أقول إنسان عنده ذكاء يقص على الناس الناس بالنتيجة ما يدري هذا شنو بقلبه يشوف الظاهر يحب بعدين تشوف تصدر منك هفوة كل هذا الاعتبار ما لسنوات العياذة بالله في هفوة واحدة يروح كله كله يروح الهدف ما يحصل النتيجة خلال أيام تحصلها فتشم يوم أما بالنتيجة الإنسان وراء سنوات يقعد يرجع على حطته على الموقع الأول ما له هذا خطأ لا تستعمل لا تستفيد لا تستخدم ذرة من ما تملك في سبيل تكوين حياتك الشخصية لا تستعمل خلي الله يسويها عندك قابلية تقدر تثبت للطرف أنك أنت جدا خبير لا تثبت خلي الله يثبت لك و الله لو يثبت إذا أنت بقدرة الله تحركت قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر تعبير رهيب إن سرك أن تكون أغنى الناس فكن فيما يدي الله أوثق مما في يديك أوثق شنو بيدك اتحرك بطاقة الله اتحرك بإرادة الله مو بإرادتك وإمكاناتك مو بشطارتك مو بقابليتك هذا المطلب الأول لا تستخدم استخف بقدراتك استخف في أي مجال في مجال تكوين حياتك الشخصية استخف بيها استهين بيها استهين بيها حقرها هذه قدراتك حقرها حتى تتفعل قدرات الله لو الله قدرات اتفعلت إنسان شنو يصير يوصل للسمة أنا بمواهمي اش قد أقدر أسير اش قد أقدر أحقق أهدافي وبمواهب الله شكت شوفوا المعادلة أكو تنافر إذا أنت فعلت ولو 10% من مواهبك راح تخسر 10% من مواهب رب العالمين انسرك أن تكون أغنى الناس فكن ما في شوف تعبير عجيب فيما في يدي الله أوثق خليها الله يسويها انت حاول إذا واحد زعلان منك روح كله لا تذبح نفسك حاول بعدها نشوف الله الله يقلب القلوب مو الله يقلب القلوب هذا أولا ثانيا المرحلة الثانية اللي أهم من المرحلة الأولى لا تدافع عن حقك لا تدافع عن حقك أكررها بكل بالضرس القاطع لا تحمي حقوقك إذا واحد خل عينه على حق من حقوقك خل ياخذ قال أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين إذا واحد إلا نريد منك شي خلي لا تحميها هاي مواهبك لا تحميها خلي بوقوها خلي بوقوها بالنتيجة الله مقدر لك وكان أمر الله قدرا مقدورا الله مقدر لك مقدر لك رزق هذا الرزق لو الدنيا تنقلب أن يسلبوك هذا الرزق ما يقدرون يسلبوك صحيح ياخذوها منك الله يتشملها شايفين ما يلبير كل ما تاخذ لو ألف دلو تاخذ منه أخيرا ما يلبير مرة ثانية يصير نبع يوقف على حده في الروايات أكو أن الرزق مثل الأجل ما تقدر تفلت منه لو تمسك فلوسك ذبه بالبحر أخيرا هالشي المقسوم إلك ما يمكن لو تفر منه مثل الأجل فرارك من الأسلة لحق بك يلحقك للرزق الرزق مو بيدك الإنسان مقدر أن يرزق أولاد حط له العياذ بالله واحد منهم راح الله يتشمل بواحد ثاني الرزق مو بيدنا والرزق أعمن كل شي فلذا لا تحمي هس أنت استعمله نعم نعم استعمل استفيد من مواهبك من هاي ما وجهك من اعتبارك أما إذا فتش يزوء منه تلف لا تأسى على ما فاتك لا تأسى على شيء لي فوتك هذا مطلب جدا جدا مهم هذا الثاني لا تحمي حقيقة كل هاي العركات اللي تصير في العوائل في المجتمعات هذا التكالب على الدنيا كله بسبب هاي الحالة قال إنما أوتيته على علم عندي ما لي فلوس هذا من قال فلوسك هذا فلوس الله هذاك يريد يأكله هذاك معبد الله خل يأكله الله يتشمل لك مكان ثاني نعم لا يمكن أن ننكر أنه هناك تحصل خسارة أما إنسان يحصل خسارة في جانب نفس الخسارة مية ضعف منها تتحقق تصير أرباح في جانب آخر وبالنتيجة أنت ما متضرر صحيح ما لك ينقص أولادك يصير فيهم نمو إيماني نمو عقلي نمو ديني نمو صح سلامة بدن اللي يسوى يسوى كان فلوس اللي باقوها منك والله تسوى يتشمل الإنسان لا ينكر أنه هناك خسارة بالنتيجة القضية مو هل قد بس المال يروح يجي مكانه نفس المال هناك تحصل خسارة يحصل تأخر بس هذا التأخر في الواقع من حيث المجموع ربح عظيم هذا ثانيا الثالث الثالث الأول كان أنه استهزئ استخف بهذه المواهب والقدرات لتعيرها أهمية لتديرها البال لتستعملها لتسخرها في تكوين شخصيتك ثانيا لتحميها لتدافع عنها خليها في معرض التلف خليها تلفت أم تلفت يجي مكانها ليصير حرص عندك هذا حرص ما لداعي ما دام أكو الله يجملها ثالثا ضرر بيها أنت بإيدك وبإرادتك اتلفها تلفها عندك قدرة هاي القدرة مو بس لا تستعملها أصلا خليها تضاء لتروح أنت قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأضر فيها في الدنيا بأنفسكم ضرر بنفسك أنت بيدك عندك قدرة خلي تروح هذه القدرة ذبها ارميها عبارة أكو رواية جدا عجيبة يقول والله تكسر الخاطر صلوات الله على أمير المؤمنين يقول كان الناس في الكر والفر كر فر يعني روح تعال سافر والري والشبع يأكل ويشرب كان يعني مشغولي والوطاء والدثار وطاء ما يضعه الإنسان تحته دثار ما يتدثر به ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه الله سبحانه محمد وعند الناس بيكي حال وإحنا بيكي حال لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستائر إلا الجرائد يتداول الثوب الواحد للصلاة أكثرنا الثوب صلاة ما عدنا نتداول نتداول ونطوي الليالي والأيام جوع عامتنا نطويها طوي الليالي والأيام بالجوع نطويها كل الناس بيكي حال وإحنا بيكي حال بعدين يقول صلى الله عليه وربما جاءنا بعض وقات بالسنة مرة مرتين فتشي جينا اسمه فيء وربما جاءنا مما أفاء الله علينا الفيء غير الغنائم إذا الشيء ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إذا ما صار قتال للمسلمين على شيء حصلت غنيمة بدون قتال مثلا أهل قرية عافوا القرية شردوا صحيح ما حصل قتال المسلمين ما لهم حق ذر ما لهم حق هذا حق أهل البيت وآت ذا القربة حقه هذا يسموه فيء أمير المؤمن يقول إحنا بالسنة مرة مرتين فتشي كان يوصلنا فيء مما أفاء الله علينا وصيره لنا خاص صدون غيرنا هذا مؤلنا مالنا ما لحق أحد به ونحن على ما وصفتم من حالنا وإحنا بهتش رزية هتش حال الأنجل يتداول الثوب الواحد للصلاة كذا نطول الليالي والأيام جوعا ونحن على ما وصفتم من حالنا هتش حال فكان رسول الله صلى الله عليه وليه يؤثر به أرباب النعم والأموال هذا الفلوس مالنا كان رسول الله صلى الله عليه يشيل يلطي أرباب النعم والأموال الإنسان ما يخسر إذا أنط فلوس الله يتهمله ما يخسر حقيقته كل فلوسي وأبني وبداري وسيارتي هذه أهم عوامل الردى في الحياة حقيقة شون فلوسي هاي فلوس الله وذاك لو ميستاهل حشاكم ميستاهل هذاك عبد من عباد الله أكله عبد من عباد الله الله في القيامة يجبر لك وفي الدنيا يجبرها هذا موضوع جدا مهم خلي أنا أنطلق في الحياة من خلال مواهب الله من خلال هاي عبارات مجازيها بس وردت في الروايات ما في يدي الله من خلال عبقرية الله أحقق شخصيتي من خلال قدرات الله المتراكمة الجبارة شنو أصنع حياتي نعم لاحظوا بالنسبة إلى حقوق الآخرين لازم الإنسان يكون وسواس ما يفرط به حقوق الناس لو حق الزوجة لو حق الزوج الأولاد القضية قضية شخصية مو الإنسان يجي يترجل يستخف بحقوق الآخرين هذا حرام لعن الله من ضيع من يعول ما يصير إنسان يفرط في حقوق الآخرين الحديث مو في حقوق الآخرين في تكوين الشخصية ما يلوجه الله ينطي السلامة والعافية الله ينطيها إذا راحت منك شي لا تنخبص لا تنخبص توكل على الله إبليس في الحديث الشريف أكو حديث أن إبليس يقول يا ابن آدم كل إنسان أنا مسلط عليه إلا خمسة أفراد أنا لا حيلة لي عليهم أول إنسان هو الذي يتوكل على الله أنا حيلة ما عندي عليها يبوش إبليس يبوش الإنسان الذي صدقا يثق بالله تبارك وتعالى نحن نشذب نقول ثقة بالله أخيرا عندنا على فلوسنا وعلى مواهبنا وعلى إمكاناتنا فتشكل نتكالب عليها هذه النزاعات العائلية حقيقة ليش تصير إنسان ويأخوية تقل في معارك عجيبة عشان تنفلس فلوس الدنيا هذا هذا حالة الحرص مو فقط لا تكون حريص أصلا فرط فرط أمير المميع عليه الصلاة والسلام عجيب تعبير غريب حقيقة يقول إن دنياكم هذه أهون عندي من عرق خنزير بيدي مجذوم تعبير خنزير كل تعمير صعبها يصدر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين إمامه الكلام لكن الدنيا تستاهل صدقني تستاهل الدنيا إذا جيت وصلت للدنيا لا تحاول تكون محتشم في الحديث دوس عليها لعن أبوها هاي كلمة قلت لا أقل أمير المؤمن يقول أجلكم الله لا ما يقول أجلكم الله إن دنياكم دنياكم الدنيا هذه تعابير أهل البيت جدا قاسية عندما يصفون الدنيا آهون من عرق يعني هذا العراق عراق يعني العرق عرق خنزير في يدي مجذوم شوف شلون تعبير رهيب إذا أكو كلمات تخدش الحياء موزيا استعمالها وأنا على كل حال ما أريد أستعمل هاي الكلمة بس والله تستاهل الدنيا أن الإنسان يستعمل كلمة ولو تخدش الحياء لأن هذه الكلمة تربي الإنسان في العزوف عن الدنيا كلمة هي كلمة مو حلوة بس أساسها معناها ملح يسموه ملح 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 بالدنيا ملح هاي كلمة تركية أيام الأتراك كانوا مسيطرين على العرب فالملح باعتبار رخيص ما بي شئ اسم هاي كلمة كلمة تركية أيام العثمانيين على كل حال فكانوا يستعملوها الإنسان لازم دائما في قرارة ولو قلت كلمة غير محتشمة بس تستاهل الدنيا والله تستاهل ولو تخدش الحياء ويمكن واحد يسمع الطفل يتعلم موزيا بس تسوى أني أنا الكبير أنا وأمثالي اللي قلوبنا متعلقة بالدنيا شوية ناكلنا فد فد بوكس قوي من هاي الكلمة فد ولو سنتيمتر انوخر من الدنيا تسوى والله العظيم كذا بالدنيا قولها قولها شنو عندي اعتبار كذا بي قولها ملح في هاي الكلمة قولها حتى قولها في المجتمعات قلت ولو تاخدش الحياة مو مشكلة مهم أن الإنسان يبتعد من هاي الحالة هاي الحالة منبع الأعصاب منبع السكتات السكتة القلبية ليش تصير من هاي الحالة حرص على ما أملك إنما أوتيته على علم من عندي علم عندي ما لي هذا هذا ما لي من ورا هاي الكلمة ما لي شنو كل العركات والنزاعات وسوء الأخلاق والسكتات والموت والله أغلب من في القبر بسبب هاي الحرص البلا بلا داعي على مال الدنيا ومواهب الدنيا ومتلكات الدنيا إحنا تحولنا إلى إنسان عبد للمال عبد للجاه عبد للسلطة ما يخالف روح ورا السلطة خليه حصل على كرسي بس لا تكون متكالب علي أنقل قصة جدا وجيزة وأختم حديثي كلمة واحدة قصة قبل أن ذكرتها على هذا المنبر فدواحد اسمه بوريا ولي بوريا قبل مئات السنوات كان في خوي في إيران هذا مصارع عالمي حصل على الرتبة الأولى في العالم في المصارعة قصة معروفة ذاكرها قبل يقول هو ينقل معروف عن القصة أنه فد يوم كان بعد أن حصد الميدالية الأولى في العالم بدأ بتجارة كان يروح في قرى وأرياء في إيران في أطراف إيران يقيم حلبة مصارعة والناس يجتمعون يجمعون فلوس بعدين يبدأ بالمصارعة مع شنو بطل ذات القرية ذاك الريف من يقدر علي هذا أبطل أبطال العالم صرعهم على القاع معلوم يصرع وبعدين يحصل الفلوس وهم الناس يهتفون ويصفقون وهم احترام وأغائية وهم فلوس تجارة خوش تجارة وين من يقدر لأنه إذا الفائز الفلوس يصل للفائز من يقدر يفوز على هذا البطل العالمي بوريا اسمه اسمع عنه اسمه محمود لقبه ما أدري شنو بوريا محمود الخوارزمي هذا يقول في اليوم رحت إلى قرية كان مفروض بالليل صار رحت أكو أكو إمام زادة هاي أما كانت المقدسة لأهل البيت علي وصلاة وصلاة رحت بالليل أزور باتشر الحلبة مقامة ومرتبة باتشر أدخل في مصارعة مع بطل هذه القرية فشفت عجوزة ماسكة ضريح وتبشي قلت لها يوم شنو شبيش ليش تبشي قلت أنا ابني بطل القرية وأكفد واحد شبير عالمي جاي وباتشر مفروض يدخل في مصارعة ويا ابني وأطلب من هذا الإمام زادة أنه ابني ينتصر على هذا البطل قلت لها بابا قولي غير شي هذا بطل عالمي هسه المرأة العجوزة ما تعرف بابا قولي غير شي هذا كل أبطال العالم صارحة قالت مع ذلك الله يقدر وأنا أتوسل بالله وأستشفع بهذا العبد الصالح على كل حال يقول جيت للبيت من الليل استهزئت بها من الليل للصبح ما قدرت أنام ونفسي تصارعني قلت لنفسي ما ينقصك وليك أنت صراعة كل العالم السهد هذا الولد خطيئة قلب عجوزة راح يفرح شنو ينقصك شنف ينطوك السل فلوس تروح لهذا الولد لله هذا الإمام زاد تتعال وتنازل بس كبريائي أنا الأنا كبريائي ما يسمح فمصارعة اللي أصرعت كل أبطال العالم للصبح ما قدرت أصرع نفسي كبريائي ما سمح أن أدوس على نفسي أنا اعتباري تاريخي والناس يقولون ملح ملح بالشي اللي الناس يقولون ماذا يخصني أنا على كل صار الصبح وقامت الحلبة على كل في البداية قررت قلت ما يصير شي هذا خطيئة شفت الولد مسكين بين عليها خطيئة كل على كل كذا قلت قررت أنه أتصنع المصارعة ما أتصارع منه وأنطي فلتات حتى يمسكها مني يصرعني وشنة أحاول مثلا أبذل جهد كثير بس في الواقع ما كنت أمارس احترافي أخيراً أخيراً منطيت فتفلت يمسكها من رجلي وجرها استفادها بقوة وضربني صرعني على القاع وجلس على صدري يقول لما قعد على صدري في تلك اللحظة فجأة انفتحت آفاق السماء علي فآفاق تدرك ولا توصف هاي المعنويات تعبيره يقول انفتح لي أبواب انفتحت أبواب الملكوت شنو يعني أصبح ولي من أولياء الله يسموه بوريايا ولي لما هاي الحالة الإنسان يضرر بيها يفرط بيها يسحقها تنفتح إلى أبواب أبواب هاي الأبواب والله ذر منها تسوى الدنيا وما فيها أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول ازهد في الدنيا يبصر كالله عوراتها عينك تنفتح على الأشياء اللي الناس الآخرين ما يشوفوها ياهو أثمان هذه المال الزوال النعمة الزوالة أم ذي تشطاقة اللي الله يبصر كالله عوراتها لا سبيلة لبلوغ الطاقات الإلهية إلا بالاستخفاف والاستحقار والتذليل والسخرية بمواهب الدنيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد أشهد أن أمير المؤمنين شيء اكبر الطاقات آخر اشهد entrepreneur صلاة اشهد اشهد كالشكر الاع Planet الش dla